يحتضن ملعب ويمبلي بلندن مواجهة سهلة نسبياً على صاحب الأرض منتخب إنجلترا والذي يلتقي نظره الأوكراني ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات أمم أوروبا 2024 ويعد اللقاء هو الأول للمنتخب الأوكراني في التصفيات حيث يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الإنجليزي في عقر داره أما المنتخب الإنجليزي فقد نجح في حسم الجولة الأولى لصالحه بالفوز على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف وقبل ساعات من اللقاء قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد رئيس جيمس لعبة شيلسي من معسكر الأسود الثلاثة بسبب الإصابة في أوتار الركبة ويدعم قائمة منتخب إنجلترا تواجد عدد من أبرز نجوم الدور الإنجليزي الممتاز في أنديتهم في الوقت الذي سيغيب فيه رحيم ستيرلينغ لاعب تشيلسي وترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 ضمن الدور الربع نهائي حيث حسمها المنتخب الإنجليزي برباعية نظيفة هذا ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدعوة إلى أكثر من ألف لاجئ أوكراني والعائلات المستضيفة لهم لحضور اللقاء شكرا